وعلا علاقة جماعة الحوثي بإيران تكشفت خيوطها شيئا فشيئا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بدءا من استقطاب قيادات الحركة ومناصريها وإرسالهم إلى قم الإيرانية للتعليم الديني مرورا بالدعم العسكري والمالي للجماعة المتمردة التي أرادت تحويلها إلى ذراع لها في جنوب الجزيرة العربية والسيطرة على مضيق باب المندب أحد أهم ممرات الملاحة في العالم الدعم الإيراني مكن الحوثيين من خوض الحروب الست التي شنتها الحكومة عليها بين عامي 2004 و2010 وتمثلت ذروة هذا الدعم خلال الانقلاب على الشرعية حيث لم يجد الحوثيون حرجا في كشف علاقتهم بإيران التي تحولت إلى شريك استراتيجي فهبطت الطائرات الإيرانية في مطار صنعاء محملة بعناصر الحرس الثوري إضافة إلى مواد وتكنولوجيا عسكرية وخلال عمليات عاصفة الحزم ومن بعدها إعادة الأمل التي شنها التحالف دعم الشرعيات في اليمن شكل تهريب الأسلحة الإيرانية إلى صنعاء تهديدا لجيران اليمن وعلى رأسها السعودية التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية من الأراضي اليمنية طموحات ومطامع إيران التوسعية والطائفية لم تطل اليمن فقط بل حاولت زرع أذرع لها في المنطقة عبر تمويل شبكات إرهابية في دول خليجية الدور الإيراني الداعم للجماعات الإرهابية طال شرق السعودية وتحديدا بلدة العوامية في القطيف ما دفع وزارة الداخلية إلى الإعلان عن مواجهة خلايا إرهابية على علاقة بإيران التي تأوي أغلب المطلوبين وفي الكويت كشفت التحقيقات في قضية خلية العبدالي الشهيرة عن ضلوع إيران وحزب الله في القضية التي استهدفت أمن الكويت وهو ما دفع الكويت إلى خفض التمثيل الدبلوماسي مع طهران البحرين أيضا اتهمت في أكثر من مناسبة إيران بدعم وتمويل جماعات إرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وكشفت بدلائل الدور الإيراني المشبوه في محاولة زعزعة أمن الدولة ترجمة نانسي قنقر